اشتركوا في القناة اهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني انطلاقا من حرص مملكة البحرين على مواكبة احدث التطورات في مجال ريادة الاعمال انطلقت اعمال المؤتمر العالمي لريادة الاعمال والذي اكد فيه سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير الصناعة والتجارة على اهمية تبني المبادرات الكفيلة بدعم وتمكين رواد الاعمال وتطوير المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة مثمنا الدورة الريادية لهذه المؤسسات في رفض الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة المؤتمر طبعا هذا يعتبر عالمي وكذلك يهدف الى نشر ثقافة يسمونها الاستثمار الملائكي اللي هو انجل انبسمنت اللي يساعد على تمويل الشركات الصغيرة المتوسطة والشركات البادئة للشباب البحريني اليوم تمكين تدعم الشركات الناشئة في عدد من البرامج اللي تخدم رواد الاعمال سواء كانت البرامج متعلقة بالشركات ودعمهم كونهم هما يكونوا القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد او دعم الافراد في ان احنا نجعل المواطن البحريني الخيار الافضل للتوظيف يتناول المؤتمر ستة محاورة حول الاستثمار والوصول الى التمويل في عالم الشركات الناشئة المبتكرة والقيادات النسائية العالمية وريادة الاعمال الاعلامية المبتكرة والمستدامة بالاضافة الى الابتكار وفرص الاعمال والتوجه الاستراتيجي نحو الرقمنا احنا حبينا ان احنا نركز على دعم رواد الاعمال وجمع المتحدثين ومشاركين من جميع انحاء العالم لمناقشة مواضيع مختلفة اتهم منظومة ريادة الاعمال عالميا والاستفادة من الخبرات والتجارب والقصص للمتحدثين العالميين الذين يشاركون في هذا المؤتمر طبعا ريادة الاعمال تعتبر من بدايات تنشيط الحركة الاقتصادية وتفتح المجال على جيل جديد من المهتمين بالاعمال للولوج بهذا المجال دور مملكة البحرين بشكل عام مش بس على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي انه وصلت الى هذه الدرجة العالية من ثقافة ريادة الاعمال يضم المؤتمر عددا من رواد الاعمال والمتحدثين من جميع انحاء العالم لمناقشة تطورات الاعمال وريادة الاعمال واستثمار الفرص في هذا المجال والوقوف على التحديات وكيفية التغلب عليها يأتي المؤتمر العالمي لريادة الاعمال لاجاد حلول مبتكرة لمساعدة رواد الاعمال في تطوير وتأسيس المشاريع التجارية في مختلف دول العالم ريم جناحي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر